في شأن اللبناني آخر قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي بأن الحكومة اللبنانية تتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عملية إطلاق نار من أراضيها وذلك بغض النظري عن هوية مطلقية الصواريخ من لبنان وأضاف أدرعي بأن إسرائيل لن تسمح باستهداف سيادتها مهما كانت الأسباب هذا الموقف يأتي بعدما أفاد مراسلنا في بيروت بأن خمسة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان سقطت اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية في حين سقطت ثلاثة في الأراضي اللبنانية وبعد سقوط الصاروخين أطلق الجيش الإسرائيلي سبع قذائف على الحدود مع لبنان من جهته دع رئيس بعثة اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد وأضاف بيان اليونيفيل بأن البعثة لا تزال منخرطة بشكل كامل مع الأطراف من خلال قنوات الاتصال والتنسيق كما أكد البيان بأن اليونيفيل تعمل مع الجيش اللبناني لضمان تعزيز الأمن على طول الحدود ينضم إلينا من بيروت مرسلنا سلمان العنداري وأيضا من الحدود الإسرائيلية اللبنانية في راس لطفي وينضم إلينا نضال كنعنا من القدس أبدأ معك أولا مرسلنا في بيروت سلمان العنداري مبدئيا وحسب آخر التفاصيل الأمر عاد إلى الهدوء على الحدود اللبنانية الإسرائيلية كيف انعكس ذلك على الشارع سياسيا وشعبيا؟ نعم فضيلة يعني عاد الهدوء بعد هذا اليوم من إطلاق الصواريخ من الجهة اللبنانية إلى الجهة المقابلة من الحدود بعد قصف مدفعي على دفعتين بعد قليل من إطلاق هذه الصواريخ وقبل نحو ساعتين أطلقت دفعة من القذائف من الجانب الإسرائيلي على الجانب اللبناني ومما تسبب ذلك ببعض الحرائق في المناطق الحرجية والمفتوحة عاد الهدوء لا بيان للجيش اللبناني حتى الساعة ليسرد لنا التفاصيل حصلنا على المعلومات المعلومات تشير بأن خمس صواريخ أطلقت ثلاث منها سقطت داخل لبنان وأثنان من الصواريخ سقطا في الداخل الإسرائيلي بيان اليونيفل كان لافتا دعا إلى ضبط النفس بين كل الأطراف كي يتسنى اليونيفل التحقيق في الحادث إضافة إلى ذلك تشهر المنطقة الحدودية حواجز سيارة وانتشار أمني كثيف للجيش اللبناني وليق قوات اليونيفل ويفترض أن تبدأ التحقيقات وأن المعلومات تشير أو تخرج معلومات واضحة حول نقطة إطلاق الصواريخ ومن هي الجهات التي أطلقت هذه الصواريخ اليوم ننتقل إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية مع فراس لطفي ماذا بعد هذا الهدوء الذي سجل على الحدود فراس؟ يعني خمس ساعات مرت على إطلاق القضائف الصاروخية إسرائيل ردت ثلاث مرات متتالية بقصف مدفعي على الأراضي اللبنانية ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستكتفي بهذا القدر من الرد قياسا بالمرات السابقة الخمسة السابقة إسرائيل اكتفت بهذا النوع من الرد وهذا الحد من الرد ولكن هناك أصوات تتعالى في إسرائيل بأننا لا نريد أن نعيش تحت وطأة هذه القضائف الاستنزافية كما يجري على الحدود الجنوبية مع قطاع غزة وبالتالي هناك دعوات لأن يكون هناك ردا أكبر من غير الواضح ما إذا كان المستوى السياسي في إسرائيل جاهزا للانسياق خلف رد أوسع خاصة نحن نتحدث عن أن هناك الكثير من التساؤلات غير الواضحة حتى الآن هناك تقديرات بأن منظمات فلسطينية تقف خلف إطلاق هذه الصواريخ ولكن كما ذكرتم في سياق الخبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حمل الحكومة اللبنانية الرسمية مسؤولية هذا التدهور الخطير للأوضاع على الحدود وأيضا الجيش الإسرائيلي أشار بأصابع الاتهام لحزب الله الذي يسيطر على هذه الحدود الحياة هنا تسير بشكل طبيعي واعتيادي لا قيود ولا يوجد هناك تكبيل للحركة كان هناك دعوات لأن من الجبهة الداخلية قيادة الجبهة الداخلية في شمال إسرائيلي يعني يبقوا المواطنين قريبين من الملاجئ والأماكن الآمنة لكن سرعان ما تلاشى هذا الأمر وعادت الحياة لوضعها الطبيعي هنا حيث سقط أحد الصواريخ من خلفي تم انتشاله هنا من قبل فرق الهندسة التابعة للجيش الإسرائيلي وكما شاهدناه بأم أعيننا كان صاروخ صغير نسبيا لا يتجاوز قطره المائة واثنين وعشرين ملي متر وبالتالي نحن نتحدث عن قذائف بدائية لا يمتلكها حزب الله الذي تقول إسرائيل بأنه يمتلك مصانع للصواريخ في لبنان متطورة وتعمل بأنظمة تحكم عن بعد وبالتالي اليوم إذا ما كان الحديث يدور عن إطلاق محدود ورد محدود فإن العملية يمكن القول بأنها انتهت ولكن وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس وخلال اجتماعه مع كبار قادة الجيش الإسرائيلي وجه تعليماته بتوجيه رسالة شديدة اللهجة صارمة لقوات اليونيفل على سكوتها على الخرق المتكرر للقرار 1701 ننتقل إلى نضال كنعنا في القدس ماذا في الخطة الإسرائيلية وما تنوي وزارة الدفاع القيام به نعم فضيلة عمليا يعني وزارة الدفاع الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي كما يبدو يكتفي بهذا الرد بإطلاق القذائف على الأراضي اللبنانية أو على مصادر النيران كما يقول الجيش بالنسبة لإسرائيل كل حادثة اليوم على الحدود الشمالية ما هي إلا رسالة إيرانية بغض النظر من الذي أرسلها حزب الله أم أحد المدعومين من حزب الله ولكن هذه رسالة إيرانية من ضمن الاشتعال الكل في المنطقة خاصة الحوادث البحرية في منطقة الخليج وهي القضية الأهم بالنسبة لإسرائيل إسرائيل لا تريد أن تلفت الأنظار إلى الحدود الشمالية بالنسبة لها القضية الأهم هي الحرب الدائرة في مياه المنطقة والقضية الأساس ربما هي قضية النووي الإيراني اليوم كان وزير الدفاع بين جانس ووزير الخارجية في اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن في هذا الاجتماع أعلن جانس عن عدد من النقاط المهمة هو كشف بأن قائد سلاح الطيران التابع للحرس الثوري وقائد الطائرات المسيرة هم المسؤولين المباشرين عن هذا الحادث عن هذا الهجوم على ناقلة النفط أيضا كشف جانس عن نقطة مهمة ربما هي الأهم أن إيران على بعد نحو عشرة أسابيع عن الحصول على مواد انشطارية كافية لتصنيع القنبلة النووية الإيرانية الأولى هذه هي القضية الأهم بالنسبة لإسرائيل وهي تدعو المجتمع الدولي للتحرك في المجالين أولا في وضع حد لتصرفات الحرس الثوري الإيراني في المنطقة ووضع حد للمسيرات التابعة للحرس الثوري وكذلك إعطاء رد لقضية النووي الإيراني خاصة وأن إيران على وشك الانضمام إلى نادي الدول شبهة نووية التي تستطيع صناعة قنبلة نووية خلال فترة قصيرة من اتخاذ القرار السياسي بذلك وهذا يمنحها نفس قوة الدول النووية تقريبا من حيث الردع أشكرك نضال كنعنا في القدس وأشكر أيضا في راس لطفي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية وسلمان العنداري من العاصمة اللبنانية بيروت شكرا لكم